اشتركوا في القناة بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد لله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إليه مدين وبعد حياكم الله يوه الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء المتجدد عبر هذه القناة المثمرة قناة إثراء الله سبحانه وتعالى يوفقهم إلى كل خير وفائدة لهذا المجتمع الطيب مجتمع الكويتي حياكم الله أيها الأخوة الكرام في موضوعنا وهو حفظ اللسان يا سلام ترى الله الله عجل عطانا الله قال ألم نجعله عينين ها ولسانا وشفتين ثم قال وهديناه إذن العيون نعم ورب العالمين والله عطانا اللسان والله عطانا الشفتين عن الفم فالله عطانا هذه النعم علشان نشكره وعلشان نوظف هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل يعني الله من عطاك العين لازم ما تشوف إلا ما أحل الله لا ترى ما حرم الله وأيضا عطاك لسان لسانك لا ينطق إلا بخير ويسكت عن كل شر نعم ويعني والشفتين فلا يدخلوا إلى فمك حرام أيما جسد نبت من نار فالنار من حرام فالنار أولى به وقال الله ياكم من النار إذن حفظ اللسان يا جماعة ترى يعني مثل ما قال الشاعر احذر أيها الإنسان من اللسان لا يلدغنك فإنه ثعبان وكما قال الصالحون ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان إذن نحن مأمورون بأن نحفظ ألسنتنا يعني من الكفر ومن الشرك ومن الكذب ومن قول الزور ترى أنا قاعد أقول كلمات عظيمة يعني أني أحفظ لساني من الكفر ما أكفر بالله سبحانه وتعالى ما أشرك بالله سبحانه وتعالى وما أتلفظ بقول الزور وما أتلفظ بالكذب ولا بالغيمة ولا بالنميمة أنا أيضا لا أحطم الناس أقول حق الشخص العاصي يبقى أنت داش النار داش النار أنت الله ما يتقبل صلاتك أعوذ بالله يعني أمور أمور بهذا اللسان ترى اللسان هذا كم أنقذ ناس يعني ترى فيه واحد كان يميأس بالحياة يعني بينه وبين الانتحار شعره يوم واحد يكلمه كلام حلو وبصره ونوره وحس ريال يعني كأنه فتح عليه وكذا وتراجع عن الانتحار وحس أن الحياة حلوة وأنه باب التوبة مفتوح وأنه ممكن يصلح نفسه وأنه ما في شيء مستحيل يعني والله يا جماعة ترى أنا هذا الكلام أحبه وايد اللي فيه إسعاد اللي فيه إيجابية فيه إنقاذ يعطيكم دافع أنا أحب أدفعكم دائما أبي أرفع المعنويات أشجع على الخير وحارب الرذيلة وحارب يعني وحارب الفساد يعني وكل أمر فيه خير ترى أنا أدعوكم وأدعو نفسي قبل لا أدعوكم إلى هذا الخير طبعا لأن الخير أنا أولى فيه إذن حفظ حفظ اللسان هذا اللسان يجمع ترى لازم أنطلعه يعني أنت الحين كزوج طلع لسانك مثلا مع الزوجة امدح أفعالها امدح خدمتها لك امدح تربيتها لأولادك وتدريسها لعيالك وسهرها عليهم لمن يمرضون و يعني الأم مدرسة والأم فعلا يعني قاعدة تسوي أمور كثيرة هذه الزوجة فأنت أيها الزوج حدرك لسانك امدح اثني عليها امدحها اشكرها ادعي لها ساندها فأنت يعني مو معقولة يعني يعني هذه هذه الزوجة الصالحة اللي قاعدة تعينك في الحياة يعني معقولة تبخل عليها بكلمة أو كلمات أو كلمات أو يعني يقول عبر عبر عن مشاعرك اتجاهها يعني عطها دافع وحثها على الخير اشكرها علشان تزدادوا في يعني خدمتك وتربية أولادك وانها تصونك تحفظ على بيتك وسمعتك وتشيلك وتناصرك تقازرك بس انت يعني هذا يعني حفظ اللسان يعني غير ما الانسان اللي اللي حق مثلا زوجته يسبها ويغلط عليها يهينها يجرح كرامتها يناديها بأبشح الصفات ما يعني كذا يعني سب وشتم وقذف وسوء ظن ونهر وسخرية وعصبية ورفع صوت وتحقير واستهزاء واطنازة الله الله ايه انتهني محظة لسانك انتهني انطلق لسانك في السوء وفي الشر انتهدمت هذه المرأة العظيمة التي يعني بقاء الاسرة بعد الله سبحانه وتعالى بيدها وعندها وهي الصمام الامان لان ايه فعلا اللي ماسك البيت انا اقول له هذا لسانه على مستوى الزوج فشون على مستوى ايضا الابو مع عياله يا سلام الابو هذا العطوف الحنون الطيب اللي حب اولاده ويعدل بينهم ما يفرق ما يفرق بينهم ويساعدهم الابو مع الابناء يعني يعني مسالمني مسالمين عيالي ولا زوجتي ولا ولا أسرتي ولا جيراني ولا زملائي في العمل اجمعتوا في العمل قاعد تشوفون بعض بالساعات يا أخي احفظ رسانك انت ما شاء الله ساب هذا وشاتب وضز على هذا وساخر من هذا وترفع صوتك وتغلط وتحقر وتوبخ وتعنف نعم ترى ما يجوز حرام يعني لا اسلم منك لا بالغير لا من نميمة لا من افساد بين الناس لا من السعي لا من الوشاية حيث الناس عدوا في الدوامات وشات يوصلون معلومات غلط الى المدير و الى المسؤول لكي مثلا يعني يسيء ما عملت او ياخذ فكرة سيئة عن 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 زميلة بس مجرد اني انا ترى زين اوه ترى الموز نعوذ بالله يعني هذه وشاية و حرام تنقل كلام مكذوب اذا حتى يعني النكات المحرمة في نكة جائزة في النكة المحرمة فانا ما اطلع نكتة لا عن يوم القيامة ولا عن الله عن جولة عن رسوله ولا عن الدين ما دينه ترى في نكة كثيرة فيها فسحة لكن ابتعد عن الاستهزاء ولو من باب يعني نضحك ترى ما في ضحك مثلا على موضوع الملائكة ولا على موضوع عذاب القبر ولا على موضوع الجنة والنار والله سبحانه وتعالى و الملائكة ابدأ بالوخر عن هذه النكة اذا هذا هو حفظ اللسان ما يقول إلا كل كلمة طيبة ما يعني إذا شفت شيزين امدح شفت شي شر انهى عنه بالحسنة و بي يعني الاسلوب الطيب إذا حفظ هذا اللسان فعلا ترى والله هذا اللسان ترقى به المجتمعات إذا سخرناه إذا سخرناه التسخير الطيب وأيضا يهدم أمة و يهدم أسرة و يهدم فرد و يحطم يعني معنويات الناس كلها إذا استخدمنا استخدام سيئة نصر الله سبحانه وتعالى أن يقوم السنتنا عن الفحشاء و المنكر و عن السوء و عن كل ما فيه شر للبشر و يعطيكم العافية و إزاكم و الخير و برك الله وصلنا و إياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا من عدسة تتراء في هذا اليوم و نتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم منا إجمل تحية و مع السلامة ترجمة نانسي قنقر